وكان هذا الاجتماع المهم أيضاً النهاردة استكمالاً لاجتماعات الدولة المصرية للحفاظ على الشعب وتوفير السلع الأساسية وحتى غير الأساسية لازم كل حاجة تبقى موجودة ما ينفعش عاجة تنزل عايز حاجة ما تلاهاش كله هيبقى موجود وكله كمان النهاردة هيبقى موجود من دلوقتي في المحافظات الافتتاحات معارض أهل الرمضان الساعة يمكن تمانية ونص تسعة يتم الافتتاح في عدد من المحافظات النهاردة وبكرة هيكون في القاهرة وعدد آخر من المحافظات وعايز أقول لكم الكميات اللي موجودة وبعد شوية هنتكلم عنها وهورها لكم لأنه هوريكم كمان الأسعار عشان تعمل مقارنة بالأسعار اللي هتشوفها بالمقارنة بالأسعار اللي كانت من عدة أيام وتشوف التقفيد حصل قد ايه يعني في بعض الحاجات هتلاقي أسعار كويسة ونزلت يعني كويس جدا أيوة وده المسئولية اللي هنتكلم عليها لما الرئيس النهاردة في هذا الاجتماع المهم قال لهم سعر العيش الحر لا بد من تحديد سعره تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم المدعوم خلاص محدش دلوقتي بيتكلم عليه ومحدش يتكلم عليه وده موجود للـ 32-32 مليون زي ما احنا عارفين الحكاية ولكن لحد الوقت بنتكلم على يعني الـ 64 مليون مواطن بيحصلوا على العيش وبالإضافة لحاجة و70 مليون اللي هم بياخدوا باقي السلع وغيره فانت النهاردة بتتكلم على الدعم المدعوم كما هو محدش كلم عليه النهاردة كلامي الرئيس كان واضحا تماما احنا بنتكلم على تسعير لرغيف الخبز غير المدعوم اللي هو العيش الحر أو العيش السياحي اللي هو قدام حضراتكو ده اللي كنا بنتكلم عليه من أسبوعين نتكلم كنا على دولة معاملنا التقرير من المخابز واتكلمنا على الارتفاعات الكبيرة اللي حصلت فجأة واسعار الدقيق اللي حصلت فجأة وكل واحد زود من 7000 ونص أو 8000 لـ 12000 جنيه وبالتالي كان يقول لك سحاب المخابز ده ما سألناهم قال لك وانا هعمليه انا باخد دي بسعر اليوم ده انا بكلمه قولي لا كلمني الصبح وقبل ما تتحرك هقولك السعر كام يعني وصلنا لمحالة انك تتحكم في قوت الناس بهذه الطريقة ده العيش اللي هو بجنيه ونص ده مش هو بجنيه ونص تاني ده مش هو ايه بجنيه ونص تاني اللي باع باع بجنيه ونص الحكومة هتطلع قرار وهتحدد السعر قد يكون خلال اجتماع مجلس الزراء اللي هيكون اليومين الجايين حوالين السعر العيش ده وحوالين كمان الحوافز اللي سيادة الرئيس يعني ادى توجيه مبارح انهم يزودوا حوافز للمزارعين لتوريد القمح السنادي وبالتالي يبدأوا يعلنوا عنه وكرا قد يتم الاعلان عنه ايضا خلال اجتماع مجلس الزراء اللي جاي والقريب ايضا فالعيش اللي قدامكو ده مش هيكون تاني بجنيه ونص ليه توجيه الرئيس النهاردة كده حددوا سعر يبقى النهاردة الدولة تتدخل مش هسيب انا ناس تتحكم في اكلك وشربك مش هسيب تاجر او بايع او غيره يتحكم فيك والرئيس النهاردة قال لهم انزلوا لمباحث التومين مع الجهات الرقابية وزارة التومين ايضا مفاتيشين التومين ينزلوا يشوفوا يتابعوا الكلام ده ما ينفعش ان احنا نبقى سايبين الامور بهذه الطريقة فطبعا الاجتماع النهاردة الرئيس طبعا قال لهم طبعا حاضرين في الاجتماع ادرسوا تكاليف الرغيف انتاج الرغيف الحر ده او السياحي او الغير مدعوم تكاليفه كام احسبوا تكاليفه ما هو ده مسألة ايه انت بتدينه دقيق بكام طيب عندك عمالة عندك غاز بتدفعه وعندك كهرابا بتدفعها دي تكاليف انتاج مش كده دي تكاليف كلها انتاج احسب الحزبة دي كلها على اللي انت بتستلمه للمغبس بتاعت وتكلفتك تكلفته قديه وبالتالي هيتم تحديد تكلفة الرغيف اللي هيتباع للمواطن بعد وضع الاهزين الالية احسب التكاليف وبعدين حدد التسعيرة بتاعته خلاص هتطلع التسعيرة ده مش تسعير هي تسعيرة اقرأها كيفما شئت رئيس لابد لنخلي بالك الموضوع ده كلمنا فيه كتير جدا من الفترة اللي فاتت بس محدش كان قادر وانا بقول له بشكل واضح كان قادر يقول ان احنا هنحدد سعر النهارده اللي بيحدد السعر رئيس الجمهورية بقول لك ادرسه وحدده بس كان هنا الكلام ايه حدد سعر للرغيف مش هبقى سايبه اه كده طب امبارح في دمياط كان معنا الدكتورة منال عوض امبارح لما عملت جولة ومسكت